يبتدي في حلقتنا النهاردة بإلقاء الضوء على اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي طبعا برئاسة كابتن محمود الخطيب اللي كان مبارح لمناقشة العديد من الملفات المهمة اللي بتخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة الحالية افتتح كابتن محمود الخطيب الجلسة باستعراض نتائج زيارة السيد سفير الأرجنتين في القاهرة لمقار النادي الأهلي بالجزيرة اللي عكس التأدير الكبير للنادي الأهلي ولتاريخه العريق الممتد لأكتر من 116 سنة وريادة النادي الأهلي لكرة القدم ومختلف الرياضات في مصر وإفريقيا من عقود طويلة وكمان امتلاكه لأكتر من فرع بمواصفات عالمية قال الكابتن محمود الخطيب أن معالي سفير الأرجنتيني أبدأ إعجابه الشديد بالأزرع الاقتصادية للنادي طبعا ممثلة في شركاته العديدة ورغبته في نقل هذه التجربة إلى المؤسسات الرياضية في الأرجنتين والعمل على التجهيز لمذكرة تفاهم في هذا الإطار بين الجانبين خلال الفترة القادمة طبعا كلام محترم جدا وبيعكس قد إيه الآخرين بشكل عام بيقدروا جهود النادي الأهلي وإنجازات النادي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي اللي بيخلوه دايما محطة أنظار الجميع سواء جوا مصر أو برها